لا تزال منافذ العراق الحدودية وموانئه في قبضة الأحزاب الموالية لإيران عبر ميليشياتها ووكلائها المنتشرين في هذه المنافذ ورغم الحديث عن تعليمات جديدة سيصدرها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي تتعلق بالمنافذ بعد أن أقر بتسلط من سماهم الخارجين عن القانون على منافذ البلاد وأكد أنهم يحولون دون استفادة الدولة من عائداتها المالية إلا أن الكثيرين يرون أن الكلام بشأن تجريد الميليشيات من سلطة على المنافذ هو استهلاك إعلامي ليس أكثر ما يرجح تلك الفرضية هو ما حدث مؤخرا في منفذ القائم الحدودي مع سوريا حينما اعتدت قوة من ميليشيا حزب الله بالضرب على موظفي الإدخال القمرقي ما أدى إلى إغلاقه لساعاته لن تتخلى الأحزاب لسيما الموالية لإيران عن المنافذ الحدودية بل ستقاتل من أجلها يرجح آخرون وذلك لما تدره المنافذ من عائدات تضاهي عائدات النفط ومن جهة أخرى فإن الميليشيات باتت تعاني من ضائقة مالية وهي تبحث عن الحلول البديلة لضمان استمرار نشاطها منذ أن تدهور اقتصاد النظام الإيراني بفعل عقوبات ترامب بحسب وسائل إعلام أمريكية تقاسم المنافذ الحدودية بين الأحزاب والميليشيات عن طريق المحاصصة تحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع فرض على الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين وفرضوا شروطا للدخول في هذه اللعبة التي تقوم على إبرام الصفقات بين الشركاء السياسيين وحتى الخصوم والنتيجة اليوم هي خزينة مفلسة وديون مليارية وأزمة اقتصادية قل مثيلها